تخصص الأدلة الجنائية هو تخصص علمي واحد فرع العدالة الجنائية وعلم الجريمة يعنى بكل ما يخص البحث، رفع، تحريز وتحليل الأدلة ولا ثارة مادية باستخدام طرق علمية مهتمة فعالياتها لخدمة التحقيق وكشف الحقائق وهو الحلقة الأهم في كل قضية حيث أنه لا يوجد مصرح جريمة دون مختص في الأدلة الجنائية فيها بالنسبة للأدلة الجنائية كتخصص ينفرع منه قسمين بصمة مراثية وسمو المخدرات أو البصمة مراثية واسمونا الكيمة الجنائية لتكون�� مراث بسببك أعني هل عندنا في الأدلة الجنائية لا نركز إلا على البصمة مراثية وكيمية جنائية كامواعد تدرس في الجامعات بما أنك تتبغى الآن تخصص الأدلة الجنائية فأانت بالغالب تقول نهاد أنت في الثانوي، أنا كيف أوصل الأدلة الجنائية الآن طيب الآن صار فيه نظام المسارات على وقت ما كان فيش اسم المسارات، فكان علمي أو أدبي الآن فيه سلام ك الله المسارات بالنسبة للمسار,, هنت تقلب المسار الصحة والحياة إذا تبغى الأدلة الجنائية ليس تحقيق ركز معي التحقوق ستتكلم علىatics بعدي أنا ستتكلم عن الأدلة الجنائية كخصص تدرس الأدلة الجنائية هو أن أخوك لا تأخذها كباكالوريس با чтобы participar بمعنى لابد أنك يجب علي يكون هناك درجة الباكالوريوس ثم درجة الماكستير يعني لابد أنك لابد لباكالوريوس ثم درجة المايكستير طيب في صفحة التنوي يأش ستدرس حتى تأخذ في مسار الصحة والحياة أو إذا كنت علمي تكون علمي هذه بالنسبة للمسار الصحة والحياة بالنسبة للجامعات مثل الآن أول ما تخلص الثانوية والمسار الآن دولة معادة أنا خلص أدخل على الجامعات طبعا لازم تكون الدرجة موزونة والدرجة الكلية والتراكمية فوق 90 عشان يكون لك فرص أكبر وفرص أفضل في القبول تدخل في أحد التخصصات الآتية عندك الصيدلة عندك المختبرات الطبية عندك كيميا حيوية كيميا عامة أحياة دقيقة أحياة عامة وتقنية حيوية ممكن تسألني تقول معاه طيب وش أفضلهم؟ أنا بقول لك أن المختبرات الطبية تجمع ما بين السمو مخدرات وبصمة مرثية يعني تشوفوا ما الأفضل لك بالنسبة لك ما بعد المسار الجامعي الفرص الوظيفية أكثر إذا كنت في صيدة للمختبرات الطبية في حال لا قدر الله ما حصلت على فرص تنقبل في أحد الجامعات أناً أذكرها لك الآن خلصت الثانوي خلصت الجامعة الآن بقالك شرم كالله درست التخصص نفسه دولوم العالي في جامعة نام العربية لعلوم الأمنية وهو الدولوم الوحيد rezerv کنا هنا وهوπلوم السمو مخدرات الدولوم العالي في جامعة نام العربية العلم ومخدرات قلو الشرط ناكم معك طيب وتشأل الجامعات التي تدرس؟ الجامعات هي كلاتي اللي هي كماجستير عندك نام العربي على علوم الأمنية وتدرس Tips مخدرات و وعندك جامعة الملك سعود الماجستير التنفيذي للعلوم الجنائية البحتة في عندك سلامك الله جامعة الطايف والدرس فقط بصمة مراتية عندك جامعة تبوك والدرس فقط سمو مخدرات عندك جامعة الملك عبدالعزيز في جدة لكنها الآن البرنامج تحت الدراسة